خذ من الأمثلة وهذا واحد من القدوات التي تبين لنا التطلع للمجد الذي نريده هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكان الخلافة إذا بربيع بن كعب العسلم يقف على الباب ولك أن تتصور هذا الحرص وهذا التفاني وهذا البذل وهذه الروح المستعلية التي يبحث فيها عن نجاة بين يدي اللعز وعن كل فرصة تقربه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى ربيع فيقول سليع ربيع أراد أن يكافئه ودائما في مرات كثيرة جدا هذا الذي يأتي على ألسنتنا إنما يخرج من مكنون قلوبنا قال أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا ربيع فيقول هو ذاك يا رسول الله مع أني أجزم يقينا بأن في مرات تعرض لنا هذه الأسئلة وتعرض لنا هذه العطايا ويكون لدينا مئة مئة طالبا ألف سؤال في مرات ما ندري بأيه ما نبدأ ثم هذا البطل الفذ الذي يعرف الحقيق ما الذي يرقيه ما القدوة الصالحة للحياة أسألك مرافقتك في الجنة ولما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ذاك يا رسول الله العجب العجب من امرأة تدرك هذا المعنى وتعيش لهذه الفكرة وتتوجه حياتها لصناع ذلك الأمل الكبير بين يدي الله عز وجل ولذلك تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إني امرأة إني امرأة أسرع أسرع وتكشف تأتي للنبي وتبحث عن الله أدعو الله يا رسول الله أن يشفيني ودائما أخي عبد العزيز المربي الفذ لا يقدم حلول مقولة به لا يقدم شيء جاهزة ينبغي له أن يفتح الحقيقة عدة خيارات أمام المتربي حتى يستطيع أن يختار ما هو الأنسم منها ولذلك لما فتح لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخيار الأنسم قال إن شئت دعوت الله تعالى في عفاك لكن ثمت قضية مهمة جدا ورائعة ومدهشة وإن شئت صبرت ولك الجنة ثم انظر لنظر هذه المرأة كم من إنسان في مرات يقول يشفى هذا المرض والجنة أبوابها ثماني لسبابا واحدا ومع ذلك قالت يا رسول خلاص خلاص بس أدعو الله يبقى المرض يا رسول الله ولكن أدعو مدام القضية جنة وجنان يبقى المرض ما في الحرد لكن أدعو الله يا رسول الله إذا سقطا لا تكشف هذا المعنى العظيم من معاني الحياة والعفاف والجمال فقط يحافظ عليه أما قضية العناة والجهد الذي يلقاه الإنسان في الدنيا فلا حرك السؤال المدهش والضخم أين هذه المرأة اليوم ماذا لو فرطت في تلك الأمنية ظلت تمشي على وجه الأرض ويأتي ابن عباس يقول لتلميذه هل أريك مرأة من أهل الجنة قال نعم قال هذه التي تمشي أمرك هذا المعنى الكبير لك أن ترى هذه الأم ونحن نتحدث إلى جملة اليوم من نسائنا ومربيات وقائمة الحقيقة على أشياء جميلة ومدهشة ورائعة جدا هند بنت هند رضي الله تعالى بنت عتب رضي الله تعالى عنها وهي صحابية الجليل التي يأتي لها أحد من تفرس العرب ويقول لها في رسالة ويقدمها إلى أن هذه الأسر الحقيقة كم أنتم تقدم لنا إنتاجات ضخمة جدا في مستقبله يمكن أن تبنى مجتمعاتنا ويطن وطننا الكبير يمكن أن تبنى كلها من خلال هذه النمائلة البسيطة التي في بيوتنا تأتي له ويقول إن ابنك هذا سيسود قومه فتقول ثكلته إن لم يسود إلا قومه ثكلته إن لم يسود الآربة قاطبة قضية كبيرة جدا إذا مرأة تعيش في بيتها لا تعيش قضية أن هذا الزوج صنع أو لا صنع على القضية عندها لديها من هذا الزواج شيء ضخم ومشروع كبير جدا تعيش على تربية هؤلاء الأجيال ولذلك أنا أجزم يقينا ولحنا نتحدث عن مشاريع العمر لو أن كل امرأة تسمع اليوم هذا الحديث وركزت في بيتها كمثال واعتلت بأسراتها أجزم يقينا بأننا سنخرج بمجتمع الحقيق يعي دينه ويقدم مفاهيم ضخمة في القوة نستطيع أن نسلوح النماذج التي يمكن أن يراها الإسلام في مستقبل أيام نماذج صالحة للحياة أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو يعلمنا نوع من القدوة وقدوة كما يقال قدوة قد لا تتكرر في مرات أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه يأتي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبو أبو الجنة ثم يعرض ان هذا باب الصداقة وإذا باب الصلاة وإذا باب الصيام فيأتي أبو بكر بهذه الهمة ويقول يا رسول الله وَهَلْ عَلَى أَحَدٍ من حَرَجٍ أَنْ يَدْخْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ من أبواب الجنة الثمانية كلها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وأرجو يا أبا بكر أن تدعي من أبواب الجنة الثمانية كلها يأتي سعد من معاذر إذا الله تعالى عنه أرضاه وهو عمره في الإسلام سبع سنوات ثم الليلة التي رحل فيها ودع فيها هذه الأرض ما الذي يحدث هي لا تبكي زوجة ولا تتناثل تلك الدموع على خدود ولد من أولاء أبنائه ولا يبكي لأسف وداعه جاره الذي كان يلتقي به في مسجد الحي أو يلقاه في الطريق لا وإنما جماد يهتز تلك الليلة لموت سعد بن أمهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الليلة اهتز عرص الرحمن لموت سعد بن معاذر بل كان تتصور يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يعالج عند مرأة عجوز إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الحديث صحيح الألباني رحمه الله تعالى يقول إلى أنه قال النبي يلحق بنا جنازة سعد بن معاذ قبل أن تأخذ الفلاكة وتغسلها بماء المزن قال الصحابة فكنا نجري حتى تقطع الشعوس عالنا وسقطت أرديتنا قال فلما أدركنا الجنازة حملناها قال أحدهم والله يا رسول الله ما حملنا جنازة أخذ من جنازة سعد بن معاذ قال يا هذا لقد شيعها معك بضعنا ثلاثون ألفا من الملائكة هذا الجانب الإبداعي الرائع الكبير الذي يصنعه سعد بن معاذ بل بلال رضي الله تعالى عنه أرضاه بلال رضي الله تعالى عنه وهو يقدم لنا هذا نوذي الكبير ويقول لنا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إني سمعت البارع خشخشنا عليك في الجنة عمره لتحدث عنه والفكرة كبيرة ومكلفة مجهدة يختر هذه النماذج التي صنعت مشاريع بين يديها قال يا رسول والله ما عندي أرجع من إلا أني كلما توضعت وضوءا صليت بذلك الوضوء وضوء ركعتين إلى غيرها من الجوانب الحقيقة طافحة في كتاب الله عز وجل في سنة النبي وفي أجال الصحابة وغيرهم يعلموننا أنه ثمت قدوات كثيرة جدا بإمكاننا نكرأ سيرهم اليوم ونتأسى ونحن نقول لنكون نحن القدوات التي تصنع هذه الأفكار المبهجة ونقدم رسالة جميلة جدا ونكون نافذة فعل كما هذا البرنامج نوافذ نوافذ للنوافذ وأن يأتي الإنسان على أماله في مستقبل من خلال هذه الأفكار التي يمكن يتحدث عنها لكنها ستصنع إنسانا زوجا رائعا وأبا كريما وعاملا جادا وإنسانا نقدم رسالة في الموقع